قال منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة جميم مالجولدريك قال إن حرارة الجو تزداد بشدة في غزة ويحصل الناس على كمية قليلة من المياه وهو ما يتسبب في ظهور الأمراض أكدت منظمة الصحة العالمية أن استهلاك الماء الملوث وتردي منظومة الصحة والصرف الصحي يؤديان إلى أمراض عديدة معاناة إنسانية جديدة يعيشها أبناء غزة الصامدون واختبار جديد لضمير الإنسانية علّه ينجح هذه المرة فبسبب صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة تسود المخاوف في غزة من انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة عبر المياه الملوثة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة جيمي ما جولدريك قال إن حرارة الجو تزداد بشدة في غزة ويحصل الناس على كمية قليلة من المياه ونتيجة لذلك ظهرت أمراض بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أن استهلاك الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي يؤديان إلى أمراض عديدة مثل الكوليرا والإسهال والالتهاب الكابدي الوبائي ومنذ السابع من أكتوبر الماضي دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة غالبية طرقات وآبار المياه وهو ما دفع سكان المدينة لشرب المياه الملوثة نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت في وقت يجبر فيه السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار وهو ما أسهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص إمدادات المياه برمتها موسيقى